يعني أنا أفتكر أنه الكنيس تقريباً من مارس مثلاً 2020 بدأت تبعت لستة كاملة بأرقام التليفونات لأطباء ومواعدهم ونقدر نتواصل معهم إمتى أو الإعلان حتى عن أدوية زيادة أو أجهزة بيحتاجها المرضى اللي أصيبوا بفيروس كورونا يمكن عايز أأكد يا سيد رامي ويمكن أنا تعايشت مع ده وشفته بعناي يعني أن الكنيس أو يعني أنا بتكلم عن الكنيسة يعني أكيد المسجد عمل كده لكن الكنيسة ما خدتش يعني وقت أن هي تتعامل مع ولادها أو استنت توجهات ما أو تعامل مع مؤسسات كبيرة أو مستشفات لا كل كنيسة في حي في قرية في نجع ابتدى يتعامل مع الناس بتوعي الحرك تأكد لي ده أو تنفي يعني بالعكس ده حصل بالفعل يعني على مستوى الكنيسة بشكل عام قدست البابا نفسه الأباء المطارنة والأساقفة إزاي كان ليهم رسائل مهمة وتوجيه لباقي الأباء الكهنة والخدام بالإضافة إلى الكنيس المحلية يعني كل كنيسة في مدينتها أو في الحي أو القرية إزاي اشتغلت على الدعم النفسي التوعية الصحية والطبية الكنيسة نفسها في تأديري وده برضو في الحقيقة راجع إلى الدولة المصرية ككل خدت إجراءات شايف أن هي إجراءات سريعة ومهمة في التعامل مع تبعات الفيروس فكرة التأكيد على التباعد الاجتماعي فكرة غلق الكنائس والجوامع لفترة ده حد ذاته في الحقيقة كان قرار أنا رأيي قرار حكيم جدا لأن الكنيسة هي في قلب المجتمع التواصل الاجتماعي والعداد الكبيرة ده هيسبب مشكلات وشوفنا ده بالمناسبة في دولة أخرى أنه بعد الصلاة يعني بغض النظر عن دور العبادة أو المكان اللي صلوا فيه مسيحي ولا مسلم ولا غيره شوفنا أنه في حالات أصيبت بده شكرا بيبقى فيه اختلاط بعد الصلاة كمان يعني بالضبط فدايما أقول أنه حتى الكتاب المقدس بيقول ويمكن ده كان عنوان مقال كتبته في الأهرام لا تجرب الرب إليك أنا مش محتاج أن أنا أجرب ربنا عشان أختبر محبته لي بالعكس هنا في أزمة زي أزمة فيروس كورونا في تأديري أن الدين يجب أن ينصع لرأي العلم لرأي الأطباء لرأي المتخصصين يقولوا لنا إيه وإحنا نأكد هذا الرأي ونتعامل معاه الدين ليس ضد العلم بل على العكس الدين المفروض أنه هو بيدعم الرأي العلمي واللي كان مثلا من قراراته ضرورة التباعد الاجتماعي عدم المصافحة باليد لما بنحضر قدسات الجزء الخاص بتقبله بنكتفي بالإشارة للتعبير الرمزي طبعا اعتدنا أن الدين بيكبر من دور العلم لو قلنا حتى كلمة ينصع دي ربما حد فهمها غلط لكن طبعا الدين بيقدر العلم